بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف الرابع اليوم أنا وياكم يا ميس رح نبلش بدرس جديد اسمه الدستور وهو الدرس الثاني من الوحدة الأولى في كتاب التربية الاجتماعية صفحة 15 في الله يا رابع كنا نحضر كتب التربية الاجتماعية ونفتح على درس الدستور درسنا لليوم رح نتطرق إلى مجموعة من النقاط الرئيسية أولا رح نتعرف على مفهوم الدستور ثم ننتقل إلى حقوق المواطن في الدستور الأردني وأخيرا مراحل تطور الدستور في الأردن أول شيء رح نبلش فيه مفهوم الدستور بما أنه يا رابع درسنا يتحدث عن الدستور فمن المفروض أول شيء نعرف ما المقصود بالدستور أو عرف الدستور هو وثيقة أساسية تحدد نظام الحكم في الدولة إذن الدستور هو عبارة عن وثيقة هذه الوثيقة تحدد نظام الحكم في الدولة بالإضافة أنه ينبثق عنها مجموعة من القوانين تنظم حقوق المواطنين وواجباتهم إذن ابتنبثق عن هذه الوثيقة مجموعة من القوانين التي تنظم حقوق المواطن وواجباته ننتقل إلى الصفحة التي تليها للإجابة إلى عن الأسئلة باللون الأزرق ما أهمية الدستور أهمية الدستور أنه ينظم شؤون الدولة ينظم شؤون الدولة ماذا ينبثق عن الدستور ينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين تنظم حقوق المواطنين إذن ينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين وهذه القوانين تنظم حقوق المواطنين لماذا توضع القوانين لش إحنا منضعها القوانين لأنها تنظم حقوق المواطنين وواجباتها إذن الدولة تضع القوانين من أجل أن تنظم حقوق المواطنين وواجباتهم الآن خلينا ننتقل إلى الموضوع الثاني درسنا لليوم حقوق المواطن في الدستور الأردني يشمل الدستور الأردني مجموعة من المواد التي تتعلق بحقوق المواطن الأردني يعني أنا كمواطن أردني لازم أنه يتوفر للدور الأردنية مجموعة من الحقوق أولا إذن أولا الإقامة والتنقل إذن قبل ما نحكي عنهم أكتب السؤال التالي أذكر الحقوق التي كفلها الدستور الأردني كفل الدستور الأردني مجموعة من الحقوق واحد الإقامة والتنقل يعني أنا من حق الإقامة في أي مكان في الدولة الأردنية بالإضافة أنه من حق إني أتنقل ما بين محافظات المملكة الأردنية الهاشمية اثنان الانتخاب من حقي أنا كأردني إني أنتخب الشخص اللي أنا بدي يا ثلاث التعليم من حقي أنا كمواطن أردني إني أطلق التعليم في مدارس وجامعات وكليات المملكة الأردنية الهاشمية أخيرا التعبير عن الرأي أنا من حقي كمواطن أردني إني أعبر عن الرأي ولكن بدنا نتذكر أنه أنا لما أعبر عن الرأي لازم ما أتطفل أو إني أضر أي شخص آخر الآن خلينا ننتقل إلى الموضوع الثالث مراحل تطور الدستور في الأردن فخلينا نتبع أنا وياكم مراحل تطور الدستور في الأردن مراحل تطور الدستور في الأردن أول شيء بدنا نحكي عنه أن المملكة الأردنية الهاشمية وأطلق عليها إمارة شرق الأردن تأسست عام 1921 إذن متى تأسست دولة الأردنية؟ عام 1921 وفي هذا الوقت كان يطلق عليها إمارة شرق الأردن إذن يا رابع عام 1921 أطلق عليها إمارة شرق الأردن إمارة شرق الأردن وكان أميرها عبد الله الأول ابن الحسين إذن كان اسمه عبد الله الأول ابن الحسين أمير المملكة الأردنية أمير الدولة الأردنية وقد أصدر الأمير أول دستور للدولة ينظم شؤونها وكان يسمى القانون الأساسي عام 1928 إذن أول مرحلة من مراحل الدستور أن أول دستور أصدره الأمير عبد الله الأول ابن الحسين وأطلق عليه القانون الأساسي عام 1928 إذن لو سألتك سؤال يا رابع متى أصدر أول دستور للأردن عام 1928 ماذا أطلق عليه القانون الأساسي بعدين في 25 أيار عام 1946 استقلت المملكة الأردنية الهاشمية أيضا بدك تكون عارف متى تم استقلال الأردن 25 خمسة عام 1946 وتحول اسم الأردن من إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية ونودي على الأمير عبد الله الأول ابن الحسين ملكا على البلاد تمام؟ إذن نرجع شوي بقصتنا بتيجي يا مسم تحكيلي اتأسست الدولة الأردنية عام 1921 كان يطلق عليها إمارة شرق الأردن وكان مسؤول عنها عبد الله الأول بن الحسين وكان يطلق عليه أمير بهاي الفترة تم اصدار أول دستور للمملكة الأردن وأطلق عليه ماذا القانون الأساسي عام 1928 وهاي هي المرحلة الأولى من الدستور 25 أيار عام 1946 تحولت الدولة الأردنية من إمارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية أي تم استقلال الأردن وسألتك متى تم استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 25 خمسة عام 1946 ونودي على الأمير عبد الله الأول بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الآن خلينا ننتقل إلى ثالثا مرحلة من مراحل تطور الدستور في الأردن عام 1947 أمر جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين بأنه تم إصدار دستور جديد للمملكة الأردنية الهاشمية ثالث شيء لما جاء المغفور له بإذن الله الملك طلال وضع دستور جديد للبلاد عام 1952 وهذا الدستور للآن إحنا منشتغل عليه تمام؟ إذن نرجع أنا وإياكم نتبع شوي شوي للي ما ركز معي كان السؤال تتبع مراحل تطور الدستور في الأردن أول شيء تم صدور أول دستور للدولة عام 1928 أصدر الأمير عبد الله الأول بن الحسين وأطلق عليه القانون الأساسي بعدين أمر جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين أن يتم تغيير أو أن يتم إصدار دستور جديد عام 1947 بعدين جاء الملك طلال وقرر أن يضع دستورا جديدا للبلاد عام 1952 ودستور عام 1952 إحنا للآن يعمل به الآن خلينا ننتقل إلى الصفحة التي تليها ونكتب عدد ملوك المملكة الأردنية الهاشمية بالترتيب عدد ملوك الأردن بالترتيب الملك عبد الله الأول بن الحسين الملك طلال والملك الحسين بن طلال والملك عبد الله الثاني بن الحسين يعني بدك تكون عارف يا رابع إنك ترتب لملوك المملكة الأردنية الهاشمية أولا الملك عبد الله الأول بن الحسين ثانيا الملك طلال ثالثا الملك الحسين ورابعا الملك عبد الله الثاني بن الحسين الآن خلينا هون أمامنا نصوص من نصوص دستور الأردني المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة عربية مستقلة ذات سيادة إذن إحنا مملكتنا الأردنية هي دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي يعني يا رابع لو سألتك ما نظام الحكم في الأردن تحكي لي يا ميس نيابي ملكي وراثي طيب شو دين سكان المملكة الأردنية الهاشمية أو الدين السائد في المملكة الأردنية الهاشمية الإسلام إيش ديانتك ديانتك الإسلام إيش لغتك لغتك العربية إذن نرجع نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي لو سألتك يا رابع ما هي الديانة السائدة في المملكة الأردنية الهاشمية ديانة الإسلام إيش ديانتك ديانتك الإسلام إيش لغتك اللغة العربية هيك إحنا منكون كم من ندرسنا لليوم والسلام عليكم